يتضمن برنامج الحكومة تطوير منظومة الشكاوى لتحقيق رضى المواطنين وتعمل الحكومة على تفعيل مبادئ الاستدامة المؤسسية لمنظومة الشكاوى لضمان سرعة حل المشكلات على قدم وساق تعمل الحكومة على تنفيذ أهدافها على أرض الواقع ليشعر المواطن بثمار هذه التحركات برنامج اتخذ من مصلحة المواطن هدفا رئيسيا ومن هنا جاء القرار الأخير بنقل تبعية منظومة الشكاوى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أمانة الشكاوى الحكومية ورضى المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتتكون منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من جميع المكونات الإدارية والتقنية والموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية والوحدات التابعة لها على مستوى الجمهورية وفي إطار استراتيجية مصر الرقمية سترتكز المنظومة على دورة عمل إلكترونية مؤمنة وتفاعلية وهو ما يحقق التواصل الفعال مع الحكومة بأجهزتها المختلفة ليس هذا فحسب فحتى إن لم يتمكن المواطن من التواصل رقمياً مع هذه المنظومة فما عليه إلا أن يتوجه إلى أقرب إدارة أو مكتب لخدمة المواطنين لتسجيل شكواه على المنظومة وحلها خلال مدة أقصاها شهر ما لم تستلزم طبيعة الشكوى غير ذلك المنظومة الجديدة تضمن أن لا يضر أي مواطن من جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع ضوابط ومعايير وحدود الحق في التقدم بها وهناك اهتمام كبير بتدريب الكدر البشرية الذي سيقوم على هذه المنظومة وسقل وتنمية مهاراته دورياً وتقوم على المنظومة لجنة تنسيقية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وجهات أخرى ذات صلاة وستعمل هذه اللجنة على ضمان التزام مؤسسات الدولة بالتعامل الإيجابي مع الشكاوى وكذا الالتزام بتفعيل مبادئ الاستدامة المؤسسية للمنظومة لضمان سرعة حل المشكلات خطوات حثيثة تتخذها الحكومة لتنفيذ برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب قبيل حصولها على الثقة وهو البرنامج الذي ستتم متابعته دورياً سواء من قبل نواب الشعب بشكل نصف سنوي أو من خلال متابعة شهرية داخلية من رئاسة الوزراء نفسها ترجمة نانسي قنقر